سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباب قلبي طلاب تلتة سنوية عاملين ايه يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة ان شاء الله دي اول محاضرة او اول فيديو من كورس ابدأ صح كورس مهم جدا 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 يا ابطال ولازم تهتم بكل كلمة به علشان ان شاء الله لو خلصته قبل ما تخش التلتة سنوية وقبل ما تخش على منهك تلتة سنوية انت ان شاء الله هتكون متطمن جدا 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 ومستريح جدا جدا وواصق من نفسك جدا جدا ان انت كويس في الانجليزي لازم الكورس ده تخلصه من اوله لاخره واحد يقول لي يا مستر طب انا في حاجات كتير مش عارف معافش اهل القطع الترجمة بتلغبط فيها وعافش اكتب مقال في اسئلة جديدة في سكيلز في مش عارف في حاجات كتير انا بطمنك بمجرد ان شاء الله ما تخلص الكورس ده وتمشي واحدة واحدة معي هتستفاد جدا 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 وهتلاقي نفسك عارف حاجات كتير جدا جدا هتقابلك بعدين فالكورس ده لازم تخلصه كله من اول فيديو لحد اخر فيديو وبقى اقول لك الحقيقة اللي انت يعني مش هيكون سهل لأ ولا برضو صعب بس عايز منك التزام عايز منك التزام اقول لك احفظ الكلمات دي اتحفظها اقول لك حل ده واجب تحلي الواجب وتستنعي لما نزلك الفيديو بتاع الحل بتاع الواجب اقول لك ركز في الحتة دي بتاع الشرح يبقى تركز فيها ركز الفرق بين كمتين دول يبقى تركز فيهم اللي انا بقول لك كده لان انا على دراية بالحاجات اللي بقولها لك وعارف الاسئلة بتيجي ازاي وايه اللي هتلاقيه قدام معاك في تالت سنوي ان شاء الله فاتمنى اللي اقول لك عليه تلتزم بيه وتستريح ان شاء الله وهتلاقي كل الدنيا تماما طبعا متقسم معايا الكتاب لعشر ايام حتى تلاقي كتيب لك في الاول هنا دي وان دي وان كل يوم متقسم لكذا حاجة اول حاجة يا ابطال بيجيب لك مجموعة كلمات في غاية الاهمية يبقى احنا عندنا عشر صفح كلمات زي دي كده في ايه في كل يوم من الايام عشر صفح كلمات حتى كتيب لك هنا كلمات اليوم الاول العشر صفح دول يا ابطال لازم تحفظهم يعني زي اسمك ممكن تنسى اسمك عادي انما العشر صفح دول ما ينفعش تنسى فيهم كلمة لانهم اساسيين اساسيين في اللغة الانجليزية تمام واساسيين اساسيين عندك في تالت سنة وان شاء الله فاللي عايز يزود يعني حصيد كلماته لازم الكلمات ده تتحفظ احفظهم وهتلاقي نفسك في حتة تانية ان شاء الله ده اول جزء بيجينا تاني جزء بيجينا آآ بقول لك هنا هي قواعد الترجمة كل يوم من الايام بتلاقي في مجموعة قواعد مهمة جدا 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 للترجمة واحد يقول له مستر احنا بنترجم اختياري ترجمة اختياري ليه انت جايب لي ترجمة كده وقواعد وحاجات انت لازم تعرف القواعد لازم تعرف قواعد الترجمة ازاي الترتيب الجملة الصح ازاي الكلمات تتراتب صح ايه الفرق بين الكلمة دي والكلمة دي طب ليه الترجمة دي غلط والترجمة دي صح مش اللي هو بتشوف بقى اه التاتة اللي زي بعض بختارهم واللي مش شكلهم بس تبعتها وكده غلط غلط وقعت ناس كتير قبل كده فاحنا لازم نزبط قواعد الترجمة ودي تاني حاجة بيجبها لنا. واجمل حاجة بقى بعد كل حاجة بيشحالك بيجيب لك ايه مجموعة اسئلة على اللي هو شرحه فده مهم جدا شرح وتطبيق تمام? طبعا ما تنساش تتابع قناتنا على يوتيوب قناة مستر عامر معافي. تاني جزء بيجينا اللي هو جزء في دغاية الاهمية اللي هي اللي بتلغبط ناس كتير جدا. بيجيب لك مسلا كلمتين مهمين زي تمام? وبيقول لك ايه الافعال او ايه الكلمات اللي بتيجي مع دي? وايه الكلمات والافعال اللي بتيجي مع دي? وطبعا هنشرح شرح تفصيلي في الكلمات دي. مش اللي انا بس هنقرأهم كده بس. لا هنشرحهم شرح تفصيلي ان شاء الله. وهنزبط كل حاجة. تمام? وبرضو جايب لنا مجموعة اسئلة بعد الشرح اللي احنا هنشرحه. الجزء الثالث يا ابطال جايب هنا علامات الترقيم وده الحاجة الجديدة عندك في سنة تالتة اللي هي علامات الترقيم. جزء من اللي هي علامات الايه? الترقيم. اللي هي بيه علامات الترقيم. طبعا جايب لك في كل مرة بعض او مجموعة من العلامات. اللي النقطة. اللي هي علامات التفاهم. اللي هي علامة الايه? التعجب. وهكذا شريح لك بالتفصيل وان شاء الله هنشرح كل ده بالتفصيل مع بعض. كل حاجة هتفهمها ان شاء الله. جايب لنا دي. وهنا بقى جايب لنا ايه? جايب لنا الايه? جايب لنا. آآ تدريبات على اللي احنا شرحناه في علامات الترقيم. طبعا يا ابطال? آآ هنتدرب على كل حاجة ان شاء الله. وبعد كده مش نسينا طبعا جايب لنا الجرامر. جايب لنا ايه? الجرامر. تأسيس جرامر يعني هتلمي بقى كل اللي فيتك. هتلم كل اللي فيتك. في حاجة انا عارفها يا مستر. آآ في حاجة انت عارفها. بس في حاجة برضو انت مش عارفها. وفي حاجة نسيها. وفي حاجة توقع منك. وفي حاجة انت مش متأكد منها. وفي حاجات من لغبطاق او آآ دربة معك في حاجة تانية. فانت لازم تغرف كل حاجة. ونمشي كده مع بعض واحدة واحدة. عشان توقع متأسس صح. تبقى داخل وانت ايه? آآ كل حاجة في مكانها. عارف دي وعارف دي وعارف دي. فجزء الجرامر في غاية الاهمية. بيشرح لنا حاجات معينة. و جايب لنا ايه ابطال? برضو تدريبات على كل جزء من اجزاء الجرامر اللي احنا بناخدها. تمام? تدريبات مهمة جدا جدا طبعا نشح كل التدريبات دي وهنحلها مع بعض كلها. وفي الاخر جايب لك ايه بقى يا بطال? جايب لك قطعة جميلة بسيطة آآ تدريب برضو على القطعة وهنشرحها وهقول لكم ازاي تحل القطعة واللي امتماني في سنة اولى وتانية سنوي كنت عارفنا ازاي بنحل القطعة ولكن هنا هيكون بشكل مختلف شوية بتركيز اكتر ان شاء الله. وبعد كده في نهاية اليوم بيجيب ايه ابطال? بيجيب هومورك. طبعا الهومورك ده انا هتديك فرصة تحله لوحدك. طبعا جايب في ترجمة. وجايب في على كل بقى اللي احنا قلناه. وجايب في على علامات الترقيم. وجايب في على الملاحظات اللغوية اللي احنا حلناها فوق. ودمرين على القواعد. وقطعة فهم تانية ومزبط لك الدانية. يعني يوم واحد من الايام هتلاقي في ترجمة. هتلاقي في جرامور. هتلاقي في علامات الترقيم. هتلاقي في آآ اللي هو كلمات. هتلاقي في حاجات كتير جده. هتلاقي في حل قطعة. تمام? في كل الحاجات دي هتلاقي في فهتلاقي كل اللي انت محتاجه في كل يوم من الايام دي. طبعا الفيديو مش هيكون يعني مش تشرح كل ده بالواجب بالقطعة وكل ده في يوم واحد. لا. انا هقسم اليوم على كزا حاجة زي ما هو اقول لكم الوقت. طب في الايام التانية يا مستر عامل ايه? عامل لك نفس النظام بالزبط. يعني مسلا انت بس نشوف حد على اليوم التاني كده بسرعة. ده اليوم التاني. اه. جايب لك برضو مجموعة كلمات في غاية الاهمية. والله يا ابطال الكلمات دي مهمة جدا جدا جدا. تمام? وبعد كده جايب لنا بعض القواعد المهمة جدا عن الترجمة. ازاي نترجم? وبعدين جايب لي ايه? اسئلة برضو عليها. في غاية الاهمية اللي بتيجي. لحظة اللي جايب لمربع هنا. وجايب لمربع هنا. حاجات مهمة جدا. وفرقات لازم تعرفها. بعد كده جايب مجموعة تانية من علامات الترقيم. اللي هي في غاية الاهمية وتدريبات عليها. وبعد كده جايب لي ايه? جايب لي جزء الجرامر اللي مخوف وبعبع عن الناس كتير. ان شاء الله هنشرح كل حاجة بالتفصيل وهنزبط كل حاجة مع بعض بالتفصيل. وبرضو جايب لنا مجموعة اسئلة على الجرامر ودي في غاية الاهمية في حد ذاتها. بعد كده جايب لي ايه? القطعة. برضو تدريب على القطعة مش نسينا خالص. وبعد كده ايه? جايب لي آآ في كل يوم من الايام هنعمل كده ان شاء الله. تمام? طب احنا هنقسمها ازاي يا مستر? ان شاء الله انا هقسم اليوم الواحد لست فيديوهات. ايه ده يا مستر? اليوم واحد تقسمه في ست فيديوهات? اه هقسمه في ست فيديوهات. تمام? ليه? اولا عشان لو شرحت الفيديو الواحد. اليوم يعني داي وان ده. لو شرحته في فيديو واحد بالهومورك بتاعه. هيخش له مسلا في بتاع تاعة اربعة ساعات. تبقى ليه تاعة اربعة ساعات? تمام هناخد كل جزء الواحد. يعني مسلا اول فيديو هنقرأ الكلمات دي مع بعض كويس جدا 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 ونشرح اللي عايز الشرح فيها. وهناخد قواعد الترجمة بالحل عليها. يبقى اول يوم اول فيديو في كل يوم كلمات وشرح ترجمة وحل على الترجمة. ده اول يوم او اول فيديو. تاني فيديو الايه? بنشوف اللي عندنا ونفصل فيها ونشرحها براحتنا وايه? ونحل عليها التدريبات. ده تالت ايه? ده تاني اه فيديو. تالت فيديو على وقت الترقيم. نشرحها كويس جدا. وبعدين نحل عليه على تاتي يوم. رابع يوم حتى هم يقسمها لك الجرامر. هنشرح الجرامر كويس جدا جدا مع بعض. وبعدين ايه ابطال? وبعدين نحل عليه الاسئلة. خمس يوم احل معاك القطعة. او ممكن القطعة ناخدها مع الجرامر او على حسب بقى. بس هنخل القطعة في يوم لو حدا ما فيش مشكلة. خمس يوم القطعة اه وبعدين سادس يوم اخر يوم هيكون حل الواجب. وطبعا هسيب لك وقت انك تحل ايه الواجب فيه. وبعدين هيكون في فيديو الحل الواجب. تمام? فده الترتيب اللي احنا هنمشي به ان شاء الله يا ابطال. بحيس تدخل الفيديو اه انت عارف عليك النهاردة. مسلا كلمات وترجمة بس. ما تشغلش نفسك لا بجرامر ولا بعلمات الترقيم ولا بآ بحل القطعة ولا حاجة. طب فيديو الجرامر اه النهاردة انا شغال بس. ماشي هشغل نفسي بقى لا بكلمات ولا بترجمة ولا بعلمات الترقيم ولا باي حاجة فهنا محتاجين التركيز محتاجين يا ابطال التركيز. تمام? اه دي كانت مقدمة سريعة كده عن الكورس ان شاء الله. وازاي هنمشي والدنيا هتبقى عاملة ايه? اه اتمنى تكون الدنيا كلها واضحت واللي عنده اي اسئلة يبعت لي وان شاء الله هجاوبه بخصوص اه تفاصيل الكورس وكده والنظام وكده. اه وان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ على طول الكلمات والترجمة ونحل ونبدأ اه ان شاء الله في الكورس بتاعنا. كان معكم مستوى عمرو موافي. شوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.